أبناء وأبناتي أدارسين للقراحة العامة ديس دكتور سعيد عبد الباب professor of general surgery in Champs University من ألتقي مع بعض لمراجعة القراحة العامة عن طريق MSQ ده الفيديو رقم 35 This case scenario 27 year old man presented to the ED after receiving a blow to the head he opens his eyes with painful stimuli he is confused and localizes to bin يبقى جلاس كومس كور بتاعه كام أفكركم جلاس كومس كور بيقص الرسپونس بتاع l-i والفرب الرسپونس والموتور رسپونس l-i بتبقى من 4 والفرب الرسپونس من 5 والموتور رسپونس من 6 بتفتكرها ازاي l-i 4 وتحت l-i الموس برب الرسپونس يبقى 4 بعدها 5 والموتور رسپونس في الإيد يبقى 6 يبقى 4 5 6 لو هو بيفتح عينه spontaneously بياخد 4 من 4 لو بيفتح عينه لما تقوله بيفتح عينك ياخد 3 لما يفتح عينه for painful stimuli يبقى 2 ال-verbal response لو هو بيجاوب أسئلتك بوضوح ياخد 5 لو هو confused يعني تقوله مثلاً النهارو انت في البيت ولا في المستشفى يقولك انا في البيت ياخد 4 لو قال كلام ان ابي وبيت يعني مثلاً تقوله اسمك ايه يقولك الحمد لله ياخد 3 لو بهمهم كده ما بيطلعش كلام خالص همهمة فقط ياخد اتنين لو قلت له ارفع ايدك لفوق رفع ايده ده الموتور رسپونس ياخد 6 لو فشل في هذا وبعدين عملت له painful stimuli امد ايده وحدد مكان الالم اللي هي localizes pain ياخد 5 وتحفظها ازاي طالما مد ايده عشان يحدد مكان الالم ايده فيها 5 صوابع فطالما 5 صوابع هنديله 5 لو رسته في ايده فسحب ايده يعني withdraw two pain ياخد 4 لو تنى الاطراف للpinful stimuli ياخد 3 لو فرادهم ياخد اتنين وما فيش في الجلاسجو كوماس كل انصاص هو هنا بيقولك 13 11 9 7 فنشوف العيانة العيان ده بيفتح عيانه with painful stimuli فهنديله 2 والverbal response confused ياخد 4 والmotor response localizes to pain ياخد 5 اتنين واربعة وخمسة يبقى المقموعة 11 يبقى go for B in this question go for B okay this is about neck zones بيقولك ابوبة تلاتمتو فان اسمتماتيك patient with a step 1 2 zone talata of the neck is observation ولا ct ولا angio ولا operative exploration لازم تتذكر ان الneck zones في البلانت والبنتراتينجيك تتقسم ثلاثة زون من تحت الفوق لفوق زون واحد من السوراثيق excursion خير كغير 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 بروسس zone 2 من الخير كغير해 вызون zone 3 من acute excellence the mandible to the base of the skull. دي من اصعب الزون في الانجري سواء blunt او penetrating. هنا penetrating واسمتوماتيك فبيش هتيجي قامه هتعمل له observation بس. طب قدر بقى ان هي penetrating وفي نزيف هتعمل له angio embolization. يبقى انزيس question go for a. this is about when to do ct in abdominal trauma. بيقولك واحدة ستة عندها 45 سنة عملت حادث سيارة عملنا لها فاست في لقينا الفاست بوستف يعني فيه دم فين في الحباتو رينال بصة والبلفس. ايه اللي هتعمل له بعد كده? لازم انت بقى عارف ان اي اعيان abdominal trauma والفاست بتاعه بوستف وفي نفس الوقت الاعيان ستابل والخطوة اللي بعد كده ان انت تعمله ct لان الفاست بيقولك ان فيه دم في بطنه. نما جاي من لين? هل هو جاي من organ? جاي هل هو جاي من intestine? هل جاي من mesentery? ماحدش يعرف. اللي يعني هيقولك هي grade واحد اتنين او تلاتة وبنان عليها تقدر تتاخد قرار ان انت تحط العيان في الاي سيو او ان انت تودي قط العمليات. او كي. طيب يبقى هنا اه 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 ستابل فا اه اه انا عملها observation ولا ct ولا laboroscopy ولا laboretomy. او كو فور بي. هنعمل ct scan عشان نعرف المصدر ان نزيف منين واجريد بتاعة الاصابة بتاعة الورغان دي. اوكي؟ انتظر بي. انتظر بي عن عضوة القرى. يقولك CT من قرى الرجل من الرجل يظهر 4 سنتي ديبث لصف القرى لصف القرى و 10 سنتيمتر سبكابسولة ريمتومة. يبقى ايه القرى بتاعته؟ علشان تعرف تحل لازم تتذكر ان بنقسم خمسة جريد. من الجريد البسيطة 1 الى خمسة اللي هي سيفير. وان الجريد وان بيبقى سبكابسولة ريمتومة 10 فقط من مساحة الكبد وعمق اللاسيريشن اقل من 1 سنتي. جريد 2 بيبقى عمق اللاسيريشن من 1 ل 3 سنتي. جريد 3 عمق اللاسيريشن اكتر من 3 سنتي. هنا بيقولك عمق اللاسيريشن 4 سنتي. يبقى هذا جريد 3. وركز قوي على جريد 3 سواء في السبلينيك انجيري او في الليفر انجيري. لان دي محور معظم الكيس سيناريو اللي بيجيلك في الامتحان. في الليفر بقى جريد 4 لو هو فيه دسرابشن لـ 25% لـ 75% من اللوب جريد 5 لو دسرابشن لأكتر من 75% من اللوب. يبقى in this question الدبس اكتر من 3 سنتي اربعة سنتي. يبقى جو 4C جريد 3 سنتي. هذا هو مجلبين ثمانية وسبعة من عشر اللي هما تكرد 29 البلد لـ 70 ألف الـ INR واحد وثلاثة من عشر هتعمل له علشان تحل السؤال ده لازم تبقى عارف وانت في المستشفى وبتعمل عمليات نقل دم من ناس كتيرة لازم تبقى عارف حدودك لازم تبقى عارف threshold بتاع الهموغلبين اللي هو لو نزل من عنده هننقل دم فاعيانين البطنة والـ ICU critical value بتاع الهموغلبين 7 لو العيان بتاعك في البطنة او في الـ ICU الهموغلبين بتاعه نزل عن 7 تنقله باكد أربسيز ليه بنقول 7 علشان هيبتدي القلب هيعاني من الأنوكسيا وممكن العيان يجيله mycodile infection او heart failure اوكي انما الاستثناء بقى لو العيان بتاعك bleeding زي العيان ده عنده splenic laceration وعنده bleeding فسبعة ما تنفعش لازم نعلى بيها يبقى threshold 10 يبقى لو العيان عنده bleeding لو قل الهموغلبين بتاعه عن 10 لازم ننقله back to arpcs طيب امتى ننقله fresh frozen plasma لو iron r زادت عن واحد ونص امتى ننقله bleatlet لو قلت عن خمسين ألف طيب العيان ده هموغلبين بتاعه تحت 10 ثمانية وسبعة من 10 ثمانية وسبعة من 10 يبقى go for b هننقله back to arpcs only اوكي البلتلت بتاعه فوق خمسين ألف مش محتاج بلتلت l-nr bar تخبط في upper abdomen وتعمله هماتومة بالمنظر ده في CT الهماتومة ممكن تكون كبيرة قوي وتقفل اليومن بتاع dyodenum ويبقى presentation vomiting طب ايه natural history بتاع الهماتومة دي خلال الاسبوعين بتختفي بيحصلها resolution اوكي طيب امتا نتدخل بقى لو في evidence of perforation ديودينم يعني لو الخبطة دي تسببت في perforated ديودينم لازم يعمل عملية طيب لو مفيش perforation هنستنى عليه لغاية لما تبقى spontaneously resolved طيب امتا نتدخل لو فات اسبوعين ومفيش symptomatic relief ومفيش radiological improvement بعد اسبوعين هنا بقى في الاختيارات بيقولك هتتدخل في هيماتومة اكتر من ثلاثة سنتي ده بش detrimental الحجم بش detrimental so long مفيش perforation وso long ان احنا تحت اتنين اسبوع لو في عنده total urne total occlusion دي برضو بش indication ان انت تتدخل لو في failure to resolve في خلال عشرة ايام بش indication انت ممكن تستنى اسبوعين لو في رتروبروتونية لازم تتدخل and this question go for D لان دست very strong clear indication ان ان تتتدخل غرحية وما تستنى اسبوع diodenal هيماتومة in this question go for D هذا عن كيف تعمل في صدر الحصول على الأعزاء العضورية يقولك، ما يقولك، أعزاء بلدرسة الوصول على السميلي تبدأ عارش أن النور مرتر الحصول على صدر الحصول على 5 مليمتر مركوري عندما يزيد عن 12 مليمتر مركوري نبدأ لشخص مفتاحة شخصة سمية الهصول على مرنة الاستخدام الانترا أبدومنال هايبرتنشن أربع درجات الدرجة الأولى من 12 إلى 15 مليميتر ميركوري الدرجة الثانية من 16 إلى 20 مليميتر ميركوري الدرجة الثالثة من 21 إلى 25 الدرجة الرابعة فوق 25 مليميتر ميركوري اللي بعدها بيبتدي يحصل حاجة اسمها أبدومنال كومبارتومنت سندروم والضغط العالي ده يضغط على الرينال أرتري ويعمل رينال فيلير ويضغط على الفيوفيناكابا ويقالل فينس ريتيرن للقلب ويضغط على ديف راجم ويعمل رسباراتور فاليور بأثر على جميع أجهزة الجسم تقريبا ولازم لما نصل لمرحلة 25 مليميتر ميركوري لازم نعمل لاباراتومية عشان نعمل ديكمبريشن طب بنعرف إزاي الضغط ده إن احنا بنركب أسطرة فوليز ومعها بيبقى بريشر ترانسيديوسر علشان نقيس الضغط جوه اللي هو بيبقى معبر عن الضغط جوه البطن الضغط جوه البطن يزيد الضغط على البلدر يزيد لو وصل ل25 مليميتر ميركوري لازم نعمل ديكمبريشن في لاباراتومي لذلك في هذه الحالة نعمل ديكمبريشن في لاباراتومي 25 مليميتر ميركوري تعرف تفسر ايه النورمال من الابنورمال على سبيل المثال الست الحامل بيبقى طبيعي جداً لوكوسيتك كاونت ممكن يوصل ل20 ألف فطبعاً لو جات لك بأكيوت أمنتسايتس باش هتقدر تعتمد على لوكوسيتك كاونت في تشخيص أكيوت أمنتسايتس الست الحامل برضو الانترافاسكرا البلد فوليوم عندها بيبقى ممكن يصل ل8 لتر طبعاً النان بريجنانت بيبقى 5 لتر طالما البلد فوليوم بيزيد ممكن يحصل لها ريلاتيف أنيميا بسبب الداليوشن فدي التطورات برضو بيحصل لهم نوع من أنواع تاكيكارديا النبض بتاعها بيزيد 10 بيتس عن النان بريجنانت دي النفس بتاعهم بيبقى سريع فلما النفس بيزيد بتطرط سيئته يعني تطرط حمض وممكن تخش في ريسباراتوري ألكالوسيس ففي كل دول جو فور ريلاتيف أنيميا هي الوحيدة اللي صح ليه لأن البلد فوليوم بيزيد اوكي ديكريس انسيركوليتينج بلد فوليوم خطأ فوقع الأمر هو بيزيد ريسباراتوري أسيدوزيس خطأ فوقع الأمر بيبقى عندهم ريسباراتوري ألكالوسيس برديكارديا خطأ فوقع الأمر بيبقى عندهم تاكيكارديا بيبقى عندهم ريلاتيف ايه أنيميا جوفر ايه اوكي this is about carbon monoxide poisoning بيقولك the affinity of carbon monoxide for homoglobin S يعني يقصد ايه الإنسان اللي هو في موقع حريقه بيستنشك smoke يعني بيستنشك carbon monoxide carbon monoxide بيحل محل الأكسجين على الهموغلوبين بتاعه بسهولة شديدة جدا لأن the affinity of carbon monoxide لهموغلوبين 200 مرة أكتر من الأكسجين اوكي فبيطرد الأكسجين من الهموغلوبين وبيحل محله وبالتالي الراجل ده بيجيله أنوكسيا ممكن يجيله permanent CNS damage اوكي فهنا بيقولك حب الكربون monoxide للهموغلوبين أكتر من الأكسجين خمس مرات ولا أكتر من الأكسجين عشرين مرة ولا ميتين مرة ولا ألفين مرة go for C هو حب الكربون monoxide للهموغلوبين أكتر من الأكسجين ميتين مرة اوكي يبقى في العيان ده لازم تقسله كربوكسي هوموغلوبين اوكي this question about too much saline بيقول إيه واحد وزنه ميت كيلو وجاله خمسين في المية full sickness body surface burn يدونه عشر لتر saline فهو رايح المستشفى بعد ست ساعات لو أنت عملت له لاب متوقع تجد عنده إيه تجد أسيدوزوس ولا ألكالوزوس ولا هيبوكسيا ولا dilutional anemia طبعا في العيان ده المفهود ما ياخدش عشر لتر saline المفهود ياخد لكتة درينجر مش عشر لتر saline فهما ادلوا too much saline too much saline يعني هيبقى فيه too much كولورايد في الدم بتاعه الكولورايد بيبقى anine بيبقى negative والبيكربونت اللي في الدم بيبقى negative برضو فبيبقى فيه too much anines في الدم مقارنة بالخلايا فعلشان يحصل تعادل في الكهربية في الخلايا على سطحي السيل وال لازم البيكربونت يخش جوه الخلايا لما البيكربونت يسيب الدم ويخش جوه الخلايا الدم يبقى مصدر ما يسمى كولورايد مصدر في هذه المسؤولة يذهب إلى مصدر ويذهب إلى مصدر مصدر شكرا لك لكما ترى هذا الفيديو هذا هو سايد عبد الباية المصدر في جانال السجر في الشمسي الآن تشاهد اشترك ومشاهد شكرا